مع الحديث عن انسحاب أمريكي محتمل من مناطق الشمال السوري ومحاولات تركية استغلال الفراغ والتهديد باشتياح المنطقة يحذر متابعون للشأن السوري أن الأمر قد يؤثر سلبا على مهام التحالف الدولي ضد الإرهاب وبهذا الصدد حذرت قوات سوريا الديمقراطية من عدم قدرتها السيطرة على المئة من عناصر داعش وعائلتهم المعتقلين في مخيمات بمناطق شمالي سوريا في حال نفذ الجيش التركي هجوما على مناطق شمالي سوريا لفتة إلى أن لديهم 970 معتقلا من داعش يحملون 48 جنسية وأفادت وكالة الأنباء الألمانية بأن قصد بحوزتها عشرة معتقلين من التنظيم الإرهابي نفذوا جرائم في عدد من الدول وهم مطلوبون دوليا إضافة إلى 970 معتقلا من مسلحي داعش يحملون 48 من الجنسية الأمريكية والفرنسية والبريطانية والبلجيكية والشيشانية ومن دول الاتحاد الروسي والمئات من جنسية عربية وبينهم مزدوجي جنسية وأضافت الوكالة الألمانية بأن قوات سوريا الديمقراطية لديها إشكالية في جنسية أطفال الدواعش حيث تتزوج المرأة الداعشية من عدة رجال إما بسبب الطلاق أو مقتل زوجها الداعشي فتتزوج من داعشي آخر ومن جنسية أخرى وتنجب منهم أطفالا لذا فإن هناك نساء أنجبن أطفال من أباء مختلف الجنسية وهذه إشكالية قانونية دولية والأصعب من ذلك لا أحد من الدول التي ينتسب ليها عناصر داعش يقبل باستعادة هؤلاء عدا عن قيام الاتحاد الروسي باستعادة عدد من الأطفال والنساء الذين قتل آباؤهم